أنا حكيمة أنسا من رحل بشغل بمستشفى الأندونيسي باسم الاستقبال والقوائد كانت الصورة هاي دي استطحة إنه كانت عدد المصابين كانت تجينا من وادي غزة لبيت حنون فكانت كمية عدد المصابين وكمية كبيرة، الناس فوق بعض، المرضى فوق بعض الخدمات ما كانتش وقفر لأي مريض، فقمش مضطرة إنه أنا أمسك المحلول بإيدي لأنه هي المريضة كان كل جسمه محلوق وأنه كان لازم المفروض هو استاند اللي يمسك هذا المحلول ولكن عشان بسبب كمية عدد المصابين لكتير فما كان متوفر الاستاند فكنت أنا مضطرة وكمية الإرهاق كانت جداً كبيرة لأنه كمية الطاقم الطبي كانت نسبة قليلة بالنسبة للمرضى اللي كان يجينا بالمستشفى أنتم قضلتم البقاء مع المرضى حتى آخر نحظة؟ أنا 48 يوم، بلتني المستشفى الأندونيسي، ما روحتش ولا يوم، على أهلي، ما شوفتهم مش، لأن أنا كنت بدي أخدم المرضى لأنهم كانوا بحاجة، لأنهم بحاجتنا أكتر إشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر